اسم الدرس أوظف مكتسباتي وأقيمها بمناسبة عيد الأمهات قرر ثلاثة إخوة شراء هدية لأمهم فجمعوا مدخراتهم المالية سامي مليم زينب مليم الهادي مليم هذه الهدايا التي أعجبتهم مذياع صغير خمسة آلاف مليم قارورة عطر ألفان وثمانمائة مليم أدوات تجميل أربعة آلاف وخمسمائة مليم أولاً أحسب المقدار المالي المجمع لشراء الهدية الإجابة المقدار الذي جمعه سامي واحد دينار زائد خمسمائة مليم زائد خمسمائة مليم زائد مئة مليم زائد خمسون مليم يساوي ألفين ومئة وخمسين مليم المقدار المالي الذي جمعته زينب 1 دينار زائد 1 دينار زائد 100 مليم زائد 100 مليم زائد 100 مليم يساوي 2300 مليم المقدار المالي الذي جمعه الهادي 1 دينار زائد 1 دينار زائد 500 مليم زائد 100 مليم زائد 50 مليم يساوي 2650 مليم المقدار المالي المجمع لشراء الهدية يساوي المقدار المالي الذي جمعه سامي زائد المقدار المالي الذي جمعته زينب زائد المقدار المالي الذي جمعه الهادي 2150 زائد 2300 زائد 2650 يساوي 7100 مليم 2150 مع 2300 مع 2650 0 مع 0 مع 0 يساوي 0 5 مع 0 مع 5 يساوي 10 نكتب 0 ونحتفظ بالواحد في منزلة المئات 1 مع 1 مع 3 مع 6 يساوي 11 نكتب 1 ونحتفظ بالواحد في منزلة الآلاف 1 مع 2 مع 2 مع 2 يساوي 7 إذن تكون النتيجة 7100 ثانياً ساهم الأب بمقدار مالي مكنهم من شراء المذيع وأدوات التجميل بكامل المبلغ أحسب ثمن الهديتين الإجابة ثمن الهديتين ثمن المذيع زائد ثمن أدوات التجميل يساوي 5000 زائد 4500 يساوي 9500 مليم 5000 مع 4500 0 مع 0 يساوي 0 0 مع 0 يساوي 0 0 مع 5 يساوي 5 5 مع 4 يساوي 9 إذن تكون النتيجة 9500 ثالثاً بكم ساهم الأب في هذه الهدية؟ مساهمة الأب تساوي ثمن الهديتين ناقص المقدار المالي المجمع لشراء الهدية 9500 ناقص 7100 يساوي 2400 مليم 9500 إلا 7100 0 إلا 0 يساوي 0 0 إلا 0 يساوي 0 5 إلا 1 يساوي 4 9 إلا 7 يساوي 2 إذن تكون النتيجة 2400 أقيم مكتسباتي لفلاح 6 بقرات تنتج له كل يوم كمية من الحليب يوزعها حسب الجدول التالي الكمية المبيعة الكمية المحولة يغرطاً الكمية المحولة جبناً الكمية بوحدة اللتر المدخول بالدينار 75، 45، 30، 25، 25، 80 أولاً، أبحث عن كمية الحليب التي تنتجها البقرات كل يوم الإجابة الإجابة 30، 30، 25 يساوي 130 لتران 75 مع 30 مع 25 5 مع 0 مع 5 يساوي 10 نكتب 0 ونحتفظ بالواحد في منزلة العشرات 1 مع 7 مع 3 مع 2 يساوي 13 إذن تكون النتيجة 130 ثانياً، أبحث عن المربيح الصافية بعدما دفع 63 ديناراً أجرة العمال ومقدار المصاريف الإجابة المربيح الصافية تساوي المدخول الجملي بالدينار ناقص أجرة العمال ومقدار المصاريف المدخول الجملي بالدينار مدخول الكمية المبيعة زائد مدخول الكمية المحولة يغورتان زائد مدخول الكمية المحولة جبنان 45 زائد 25 زائد 80 يساوي 150 دينار 45 مع 25 مع 80 5 مع 5 مع 0 يساوي 10 نكتب 0 ونحتفظ بالواحد في منزلة العشرات 1 مع 4 مع 2 مع 8 يساوي 15 إذن تكون النتيجة 150 المربيح الصافية 150 ناقص 65 يساوي 85 دينار 150 إلى 65 أبدأ بمنزلة الأحد فأقول 0 إلى 5 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات 10 إلى 5 يساوي 5 ثم أنتقل إلى منزلة العشرات 5 إلى 7 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة المئات 15 إلى 7 يساوي 8 ثم أنتقل إلى منزلة المئات 1 إلى 1 يساوي 0 إذن تكون النتيجة 85 ثالثاً بماذا أنصح هذا الفلاح؟ أعلي الإجابة الإجابة أنصح هذا الفلاح بأن يزيد في كمية الحليب المحولة جبناً لأنها تضر عليه مالاً أكثر من غيرها رغم الكمية القليلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر